اهلا بكم الى موجز اخبار الان تصدت القوات العراقية لهجوم كبير شنه مسلحو داعش خارج المدينة القديمة في الموصل في وقت اعلن فيه قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت اعلن ان القوات العراقية انتزعت من داعش السيطرة على ثلثي المدينة القديمة في الموصل واكد الفريق جودت في بيان صحفي ان داعش خسر 80% من خطوط دفاعه وان الشرطة الاتحادية العراقية اقتربت كثيرا من منطقة سرجخانة وهو احد اخر معاقل تنظيم داعش في المدينة القديمة مؤكدا ان اعلان النصر اصبح مسألة وقت افادت مصادر لوكالة الانباء الالمانية بان قوات البشمورغ الكردية صدت اليوم هجوما لتنظيم داعش في مرتفعات كراو شمال غربي كاركوك وبحسب المصادر فقد اندلعت الشباكات استمرت اكثر من ساعة اسفرت عن مقتل ثلاثة من داعش واصابة اثنين من قوات البشمورغ بجروح نقلت وقيلة سمارت نيوز عن معتقل سابق في سجن حمص المركزي قوله ان عشرات المعتقلين بدأوا عصيانا للمطالبة بالافراج عنهم على غرار بعض معتقلي سجن عدرة في ريف دمشق بعد ان اخلفت ادارة السجن بوعودها في الافراج عنهم عقب اتمام اتفاقية اجلاء سكان حي الوعر اما في حمافة قد شهد سجنها المركزي عصيانا مشابها في وقت سابق من يوم امس طلب فيه المعتقلون بالافراج عن الاحداث بشكل اساسي وبعض الحالات الحرجة تنفيذا لوعود تلقوها منذ مدة اعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان قطر بدأت مراجعة القائمة التي قدمتها الدول المقاطعة لقطر وبحسب بيان اصدرته الخارجية الامريكية فان هناك مجالات مهمة تضع اساسا لحوار يؤدي لحل كما دعت جميع الدول الى مواصلة الحوار وتخفيف لهجة الخطاب للمساعدة في تخفيف التوترات قالت اجهزة الطوارئ في اسبانيا ان السلطات اجلت اكثر من 700 شخص من منازل وفنادق بسبب خطر حرائق الغابات في جنوب البلاد اذ وضعت السلطات المنطقة القريبة من جنوب اسبانيا في حالة تأخب مرتفعة لمواجهة حرائق الغابات مثل اغلب مناطق اسبانيا بسبب موجة حر تضرب البلاد كشفت نتائج دراسة كندية جديدة عن ان 80% من من يعملون بنظام ورديات يتطلب السهر تنخفض لديهم مستويات فيتاميندال ويعتقد باحثون من جامعة البرتا الكندية ان فهم تأثير طبيعة العمل على مستويات فيتاميندال في الجسم يمكن ان يلعب دورا في الوقاية من المشاكل المترتبة عن نقصه الى اللقاء اشتركوا في القناة